تشارك معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب رئيسة اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية يوم الاثنين المقبل في أعمال القيمة الثالثة عشر لرئيسات البرلمانات التي يعقدها الاتحاد البرلماني الدولي حول تعزيز تمكين المرأة اقتصاديا وإدماجها ماليا وستتناول معاليها خلال الكلمة أهم الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في مجال تمكين المرأة اقتصاديا ووضع تصورات ومبادرات لتحقيق أكبر استفادة من التجارب الناجحة وتفعيلها للوصول إلى الغايات من تحقيق العدالة والمساواة بناء على تكافؤ الفرص بين الجنسين في المجتمعات ومن المزمع أن تبحث القمة الافتراضية التي تنظمها جمهورية النمسا في الفترة من السابع عشر إلى الثامن عشر من أغسطس الجاري تمكين المرأة ومدى حاجة القوانين والتشريعات القائمة للمعالجة إضافة لكيفية إشراك الرجال بشكل أفضل في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة كما ستبحث القمة موضوع القيادة البرلمانية للنساء في زمن الكورونا والوصول لرؤى بشأن إمكانية الاعتماد على القيادة النسائية لتعزيز العمل المناخي القوي والفعال وتوسيعه وكذلك مناقشة قيادة المرأة في إدارة الأزمات الصحية ترجمة نانسي قنقر